موسيقى 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 بس في ناس عندها إرادة اللي عنده إرادة بيعمل أي شيء هلأ أي شيء بدك يعمله الحمد لله ولا مؤثر بأعاقتي بأي شيء ولا حاس فيها بأي شيء حاول شوف شيء أصعب تخطاه يعني شو اللي أصعب شيء تخطاه الحمد لله يعني هاي من رب العالمين موسيقى 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 رح تطلعت توفيج إعاعبت فلاSeria ما تسريحي كنت تغريباً فلما رحتني ليكي فوتون على مشفى هي مشفى المعوقين بس مشان تسريح ما تسريحي فلما دخلت عليهم يعني شفت حالي الحمد لله أنا أحسن واحد فيهم في ناس كتير يعني وضعهم يعني أضرع من حالتي يعني كما تقول فمن بعدها أنا كنت متجاوز تتجاوزت المرحلة تغريباً موسيقى أجري لعندي واحد صاحبي من قرائبي هو كان عنده ميكانيك بتلات بشتقل مطورات بتلات محركات بقعد عنده هيك تسلى عنده يعني شوي شوي قام بتاع تدس داوم عندي هيك وخذلك مبلغ يعني بسيط تسلى معي ونروحني جانو إياك مع بعض فدخلت معه فالمدرسة ما قدرت أكمله أنا حالة المادية كانت شوي ضعيفة فما قدرت أكمله فصلت على المرحلة التاسعة فصلت قمت روح معه على التصليح لفت على القرى واليجي والروح واليجي فتعلمت أنا قمت عادية أشتغل الحالي تركته قمت أشتغل الحالي موسيقى 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 بروح عليها باخذ أركب مطوري باخذ عديتي معي وبروح يقولوا اللي في البيتر هيك هيك عم يعمل بروحوا بصبطوا مني اياه وبطلق قاموا يعرفوني اللي غريب علي بروح علي بالمطور أنا مني أنا بروح عليه أما البغية كلهم يجوا عندي على البيت بيجي عندي بسيارة هون يحطوا مطور هون مشكوا سيارة يحطوا لهم لي بصلحوا أنا بالبيت تصليحك تلوا بالبيت على ما أطلع برا أو لاشي ولا صحتي أنا ولا شيتي متعب بس الحمد لله يعني ما تقول تعودت على المهنة هاي ومارست عليها وحبيت المهنة هاي موسيقى والله كان الدعم عندي بكل النواحي من أهلي من رفقاتي من رفيقي نفسه هو اللي كنت عنده من رفيقي نفسه هو أنا كان الدعم عندي طيش فيه؟ يعني حتى للروح علي عنده ما يخلي حدا حاسسني نعم بيشتقل أنا أو بحب الخيل بعشق الخيل العشق فالخيل عندي بكش بلادي أي عشق فكنت ما أقدر أركب عليه فشوي شوي شوي أهلي علموني قالوا خيوا حتى لو كسرت رجق الثانية رح تقعد بالأرض يعني ما رح ت فمية كويسة إليك مية كويسة هيك يعني حاول أنه لا تركب عليها حاول أنه بتتمشى فيها هيك تطلع فيها تودي فيها بس عادي أنا كل شي صعب كنت عم بتجاوز لعندي أولاد عم بتجاوز وهل الحمد لله بركب على الخيل وبروح وبيجي ونظامي جمعت لي شوي كمان وأهلي ساعدوا لي ويجوز الحمد لله وصار عندي أولاد فأمرتي كانت تدعمني أكتر شي كمان كانت هي الضبط لقراضي هي الضبط لعدتي الضبط لتيابي أي شي بدي يعني كانت عم تزبط معي كانت وقفة معي وقفة يعني يعني أكتر العدة هي تجهز لياهم قبل ما يجي الزلمة اللي بدو صلي تطلع يعني أعطارها تساعدنا وياها كتي من رفقاتي ساعدتهم وهلأ عم يشتغل فيه واحد صاحبي راح وكان مقطوع على رجله صاوب قطعة رجله فيجيت لعدو على البيت قد طلع شو وضيانا كمان مثل وضعك هيك طلع رجلي وهيك ورجلين اثنين معوقات والحمد لله عم بيشتغل وعم روح وعم برجع فالحياة مو أقفة لا عليه ولا عليك حياة ماشية هي يعني هلأ قعدنا بالبيت والما قعدنا والما هيك ما حدا بيعرف إننا قعدين بالبيت وإننا ماشيين فإحنا عدنا أطفال وعدنا أولاد وعدنا مرة وعدنا هيك قعد عنده مرة ومرتين وثلاثة لبين ما اقتنع وهلأ فاتح للدكان وقاعد فيه وعم بيروح ويجير كم الطرق اشتركوا في القناة